ونستعينه ونستغفره ونعوف بالله من شغور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين إدرسا من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار أما بعدك أيها الإخوة والأخوات هنيئ لكم أولا بوجودكم في هذا المكان العظيم منع فليسيتاسيو أبو توس كالله سبحانه وتعالى عزاء وغنسة الله هذا أولا ثانيا أبشركم أبشروا الإخوة الذين كانوا هذه الأيام في العزيزية ولم يستطيعوا أن يذهبوا إلى الحرام ليوصنطوا الصلاة في المسجل الحرام كالله سبحانه وتعالى أبو نوفيك أسوكوا أسوكي زيادة العزيزية إن نوففا يالي أموسكي دو الحرام ففي البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروء ثم خرجوا ولم يعودوا إلى المسجد إلا بعد يوم عرفة ولم يعودوا إلى المسجد ولم يعودوا إلى المسجد الشيخ من الطبيب عندما يحصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في البرناج من الطبيب إذا كانت تصادر الأخرى يصل إلى الهجر تصادر الأخرى بعض أنه يصل إلى الهجر نهارب عامل الحجر النبي صلى الله عليه وسلم طاف من البيت وسعى بين الصفا والمروة كما فعلتم النبي صلى الله عليه وسلم أفه الطواف في الصفا والمروة بعد ذلك خرج هنا بطحة مكان يسمى بطحة بعيد جوية الأبطح بعيد جوية من الحرم ثم بقي هناك يصلي بأصحابه في مكان بقي هناك يصلي بأصحابه يوم نهاية الرابع والخامس والسالس والسابع ربع يوم وهو يصلي بأصحابه الحرم باش يصلي فيه ما كانش قادر كان قادر لكن باش يعلمنا ويقول لنا انه حتى الانسان اذا ما قدرش باش يصلي في الكبار لا مش مشكل هذا رأينا ما صلصيته في مكة ومينة حتى هنا ومزدلثة فكله حرم ثم رأينا ومزدلثة فشكة والتصح الأوسط فلسل عبد أنه كان قادر من حيث في القراء قد يشاركت من أجل الناس ميشيه وقال لكي أبقى 4م وقال لي ندى تنظر أثناء وفي أجل الأساس السكرة في الدول حيجة وقال لي قد الأمن فهلا أبقى أبقى أساس المترجم وقال ليس لكي أول إضافة لكي أبقى أبقى أساس المترجم إلى المترجم لكي أبقى يقولون فالهما يقولون لماذا يفعلون ما؟ لا نحن نفعل ذلك توجد صحيحة كتابة مؤسسة يستطيع أن تكون مكتبات تتعلم أنه يكون الأفضل مننا؟ تتعلم أننا صلى الله عليه وسلم إذاً.. يترك في الزواج الى الرجال قد نستطيع الجهة لن تكون من مدينة لن تكون على الأفضل سيكون على الأفضل يترك في الزواج لن تكون على الأفضل سيكون لهذا فاولتو فلا ينبقى لأنه بالله نحن نحن هنا في ليلتي يومي عرفة ، ، نحن باضي ماذا باضي . نحن نحن في جيدة شرجاء. òn الوصول النحر البلاد أنتم في يوم عرفة الآن. نصنع في عرفة أو قمصة في عرفة. لكن قبل ما تتكلموا على عرفة، لماذا نتحدث عنكم؟ لا يوجد تحقيق اليوم. أرى أن بعض البعض منكم يتكلمون بشي مالهم و يجربون بشي مالهم. أرى أن هناك بعض البعض منهم يأكلون بشي مالهم و يجربون بشي مالهم. فالفتر الآخرين يتكلمون بشي مالهم و يجربون بشي مالهم. ربيس الناس قال كل من ذلك يمع مع الجميع وإذا كان يريد أن يرميه يرميه مع الجميع وممانه مرتبعه يجب أن يرميه ومن المزلد في الجميع يجب أن يرميه تجب أن يرميه مع الجميع عندما يرميه هل يزال لشيطان أو يجب ان يشترك عليه أن يجاب على المتحكي لدينا لسيطان يزال لشيطان إذا، تراريز يحتاج إلى اليوم فيذا كنت تراريكم فحيراًًا، حدراً، لاعقد. فلترار من أن تراريكم تراريكم في السابق أرادنا للعجن الإطلاق يتراريون أن يستخدمون لشيطان يتراريون لشيطان أنت للتراريك في فلحيل الغزائي بس جلد أن تتربتون اليوم يتبعون ، يتبعون مهاً لدينا جيداً مجرد يتبعون يتبعون مهاً لا يتبعون لأنه يفعل فيها إنه يتبعون مهاً لدينا جيداً لقد قلت هذا جاهزاً عنها منذ قبل يقول إن شاء الله هل تعرفون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجود عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه كيف تعالى ؟ هناك يسبب سألاء نظرة الأعراضي عندما تحصل إلى عرفات سيكون لغنخي ضل البوخ ضل الله سبحانه وتعالى يبقى دوم إن شاء الله وتعالى لما نكونوا بعرفة وبعد أن نصب في الضرى والعصر إن شاء الله سنكون مجموعين إن تأسرات الأمور ونحن نجهودة بالإخوة جزاهم الله خير إذا كنا بعرفة فأكثروا من الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت سورى عرفة سيكون لغنخي لغنخي فإن الله تعالى يباهي بأهل عرفة أهل السماء راشي عاجة عظيمة راشي عاجة عظيمة يباهي يعني يفتخر الله يفتخر بكم عند الملائكة يقولون انظروا إلى عبادي جاءوني شو عبادين لكي اشتاوني وفالأخر دي الحديث يقول يشهدوا يا ملائكة أني قد غفرتكم اشتاوني 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 قد غفرتكم اشتاوني شكرا لكم اشتاوني لانكي اشتاوني اشتاوني حتى يقول الله لك هذا العلم قد غفرت له تيكي فوك الله سبحانه وتعالى بخير اللي زونج كم تيموان بخير قد غفرت له دمان سبار إن شاء الله ستتغسي نتوسي شاء الله 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 نسركم لجوه نتوسي شاء الله نتوسي شاء الله نتوسي شاء الله نتوسي شاء الله لا ذنب علينا فهذا سأتخبر من يومكم بيايوها لا تضيعوا هذه الأوقات مضي رهاش في النعاس في العاكة في الشور في الكلام في ملاسي الاخير لا تتوسعوا ويجب أن تتعلم 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 يجب أن تتعلم من فضلك فهو يجب أن تتعلم ويجب أن تتعلم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم بوسنا مع كل بيان و تجد أن الناس يصبح أصحابك هل هذا لا يساعد كذلك؟ لا أحد يساعد كذلك؟ الله يعلم أنه يساعد كذلك في المكرة في المكرة في المكرة تحلوا بالصبت عندما تطرق المجال ، عندما تطرق على تزرعة، تضغط لتطفقة عليك تضغط على صبب واردنا اشترك أساسي إلينا نحن أنت مجردين إنه سابقها ليس كافة the first thing He tells you الناس يصبح لهم هذا مجاله تقربيه في الناس كيف يستطيع فيه إذن لن أطيل عليكم هذه بعض المعلومات التي ينبغي أن نعرفها إن شاء الله تعالى فالباقي للتنظيم وذلك سأعصلكه بارك الله فيهم وجزائهم لله كل خير وإحسان وتقبل الله منه ومنكم وأسألنا من هذا المكان أن يغفر لوالدين وليوالديكم ولأشياقها ولأشياقكم ولأشجادها ولأشجادكم ولجميع المهمات أسأل الله من هذا المكان أن يصلح أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلنا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله حجهم وعمرتهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق النصر لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان أسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصر المؤذرة وأن يعينهم وأن يكون في عونهم وأن يصلحهم وأن يرزقهم الصف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيب كل من قام بخدمة الحجاج وصلى الله وسلم وبركاتنا نبينا محمد وعلى أهلنا وصحابي أجمعين سبحانه ربك ربك عز وجل وسلام على المصريين الحمد لله الحمد لله